المدارس الحكومية أعضاء الهيئات التعليمية بنسبة 50% مع التنوب في الحضور وبنسبة 100% لأعضاء الهيئات الإدارية والفنية بالمدارس وجميع منتسب قطاعات وزارة التربية والتعليم وإداراتها وقطاع التعليم العالي تأتي عودة الهيئات التعليمية بعدما استكملت وزارة التربية إجراءات الوقاية والسلامة بجميع مدارس المملكة بالشكل الذي يضمن صحة وسلامة الجميع مع إصدار الدليل الاسترشادي للعودة الآمنة والمتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والتعليمية الخاصة بجائحة كورونا وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الإدارات المدرسية ستتولى التواصل مع المعلمين لتحديد جداول حضورهم إلى المدارس بالتناوب وتوزيع التكليفات المتعلقة بالدراسة سواء بالحضور الصفي أو عن بعد ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي للطلبة في المدارس الحكومية في الوقت المحدد بتاريخ 11 من إكتوبر الجاري حيث تقرر أن يكون التعليم عن بعد من بداية العام الدراسي ولمدة إسبوعين لكافة الطلبة في حين سيتم فسح المجال للطلبة الراغبين في الحضور الفعلي بالمدارس بتاريخ 25 من إكتوبر الجاري